السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعلم ونتعرف على بعض العبارات كيف نقول بالانجليزية اسمعني عنا العبارة الشائعة استعمالها listen to me مشي listen to me تي لا تنطق listen to me معنى تو اسمعني ولا حاب تقول الواحد اسمعني بطريقة اخرى you can say lend me your ears be all ears معنى تو اسمعني be all ears اسمعني بأذنيك المعنى الحرفي بأذنيك فيزوز ولا فيزوج كما تحبوه ولا pick up your ears هذو العبارات lend me your ears be all ears and pick up your ears هذو عبارات عوض ما تقول listen to me عوض ما تقول كل دقيقة listen to me and it would be boring تولي ناشفة وصامتة تقول lend me your ears or pick up your ears or be all ears هنان اعطيكم مثال be all ears i have a very complicated topic to explain مثلا واحد مش منتابه لك وحب تنبهه وتقوله اسمعني تقوله be all ears معنى تو اسمعني i have a very complicated topic انا عندي موضوع جد معقد to explain لي شرحي هذا هو الدرس تعنا لليوم عوض ما تقول listen to me تقول be all ears pick up your ears or lend me your ears ان شاء الله تكونوا استفدتوا دمتوا في رعاية الله وحفظه good bye موسيقى